حارت الأفكار في حكمة من قد هدان سبلنا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرم من يسمع يخل أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغني القلل أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل أطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتغل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول وهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لتقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم إرغام العداء وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعرب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم اذهبي في الطراح الرفض لا تبغي النحل فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقرف أو من على الأصل اتكل أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل إن جزتني عمدي حصرت في رقها أولى فيكفيني الخجل أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلعل ملك كسرة تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل اطرح الدنيا فمن عادتها تخفض العال وتعلي من سفل عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل كم جهول بت فيها مكثرا وعليم بت منها فعلا كم شجاع لم ينل فيها المناء وجبان نال غايات الأمل فاترك الحيلة فيها واتكل إنما الحيلة في ترك الحيل لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتاة ما قد حصل قد يسود المرء من دون أب وبحسن السبك قد ينقد دغل إنما الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل غير أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل لا تخض في حق سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل ليس يخل المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعان النمام وازجره فما ترجمة نانسي قنقر